السلام عليكم أصدقائي تحياتي إلى الجميع رح نبدي هذا الفيديو بموضوع خطير جدا وهو حصل لفتاة سورية تعيش مع أهلها بألمانيا بسنة 2021 حصل الهجي خطير وهو سبب اختفاءها لما راحت بطريق المدرسة أنا ذاك كان عمرها 16 عام اليوم الفتاة تتكلم عنها أغلب وسائل الإعلام الألمانية لأنها فجأة وبعد سنتين من الاختفاء ومن بحث الشرطة عنها ظهرت للعيان بكل بساطة بسنة 2021 بشهر يوليو تموز اختفت الفتاة وتم العثور فقط على حقيبتها المدرسية بهذا الطريق الزراعي اللي تشاهدوا أمامكم طريق للدراجات والمشات والمكان هو بمدينة أولم تقول الشرطة أن الفتاة كانت جيدة بالمدرسة متفوقة وعلاماتها كانت عالية وهي كانت تحلم بأن تصبح طبيبة بسنة يعني أو لما تكبر ولكن ب 26 يوليو تموز من 2021 اختفت وتم العثور على حقيبتها بداخلها موجود محفظتها وهاتفها الجوال فتشت الشرطة المدينة بأكملها والغابات كلها وتم استخدام المروحيات والكلاب المدربة والكاميرات الحرارية ولكن الفتاة اختفت وكأن الأرض ابتلعتها حتى أن الشرطة وضعت صورها بصور المفقودين ونشرتها بكل المطارات وبمحطات القطار وتم إصدار أمر بحث دولي بخصوص الفتاة الآن الفتاة رجعت لبيت أهلها وصحيفة بلد تقول أن سبب الاختفاء بقي مجهول ولكن الفتاة كانت تحصل إليه شجارات متكررة مع والدها وتدخلت بأحد المرات محكمة الأسرة بين الفتاة ووالدها لأجل تحقيق العدل وتم إصدار أمر إبعاد أسري بذلك تم إبعاد الفتاة عن العائلة يقال أن الفتاة الآن أصبح عمرها 18 سنة وصار عندها حرية كونها بلغت سن الرشد والإبعاد أصبح ملغي أو هي كبالغة لا يوجد ما يلزمها بالبقاء بعيدة عن عائلتها من الناحية القانونية وظهرت بكل بساطة للعيان صحيفة بلد نشرت لقاء مع معلمة الفتاة وتقول المعلمة أنها كانت قلقة بسبب المشاكل اللي تعرضت لها الفتاة بمنزلها وبتصريح رسمي من الشرطة فإنه ولأسباب شخصية وحفاظا على سلامة الأسرة ما تم ذكر أسباب الاختفاء ولا تم ذكر نوع المشاكل اللي حصلت بين أب الفتاة وبين بنته وهنا أنا نقلت لكم نصا كما جاء بموقع بلد الأخبار ولكن كثير من الفقرات أضع حولها علامة استفهام كبيرة فمثلا لماذا لم يكن هناك تنسيق بين الشرطة وبين القضاء اللي أمر بالأبعاد بين الفتاة اللي عمرت 16 عام وأهلها لماذا ما تم إعلام الأسرة بأمر الأبعاد وبقية الشرطة تبحث عن الفتاة وربما صرفت ملايين اليورهات في سبيل الأبعاد وفي سبيل البحث شيء آخر أضع لي علامة استفهام كبيرة وهو قلق المعلمة بالمدرسة فهل المعلمة كانت هي من نقل مشكلة الفتاة إلى القضاء أم هي كانت تحاول حل المشكلة بين الفتاة وبين الوالد لماذا عادت الطفلة مباشرة أو الفتاة عادت مباشرة لعائلتها بعد أن بلغت الثمانية عشر عام هل لأنها ندمت بسبب الأبعاد أو لأنها كانت مجبرة على الإبعاد بسبب الأمر القضائي كونها كانت قاصر والآن صارت بالغة هذه تساؤلات مهمة لا يوجد لها إجابة ولا نريد أن نرجم بالغيب ولكن الأمر الواضح الوحيد هو أن المشاكل العائلية بألمانيا وبأوروبا ممكن تهجم بيوت خصوصا بيوت الأشخاص المهاجرين من دولنا العربية لأننا متعودين على عادات وتقاليد وطريقة حياة وطريقة تربية تختلف عن الوضع هنا كثير من عاداتنا وتقاليدنا هي جميلة وأصيلة وجيدة لذلك انتبهوا على أولادكم وحاولوا حل المشاكل بطريقة هادئة وسليمة ولا تجعل الأمور تتطور وتتدخل بها أطراف أخرى سواء المدرسة أو الجيران أو أي جهة أخرى الآن نتحول للموضوع الآخر كل شخص اليوم رن جواله بالساعة الحادي عشر صباحا فلا داعي للقلق لأن اليوم كان يوم الإنذار الوطني بألمانيا تم اختبار نظام الإنذار الجديد بالهواتف وبالتلفزيون وبالراديو وبالقطارات وبصفارات الإنذار وبالمدارس وهذا النظام الجديد هو مميز لأنه ممكن يوصل لكل مكان بألمانيا ولكل هاتف جوال أيضا يقول المكتب الفدرالي للحماية المدنية والإغاثة بألمانيا إن هذا النظام يتم اختباره بالوقت الحالي لاستخدامه في حالة اندلاع حرب لتهيئة الناس أو في حالة حصول كارثة ليتم تهيئة وإعداد الناس للتصرف الصحيح بأوقات الأزمات أو إخلاء منطقة بسبب يعني التسرب شعاعي بسبب فيضان بسبب أمطار غزيرة وإلى آخره الآن موضوعنا الآخر يتعلق بحزب البديل اليميني الشعبوي البديل يكتسح ولاية ألمانية جديدة وهي ولاية براندنبورغ حصلت مفاجئة كبيرة للمرة الأولى بتاريخ الولاية الألمانية المهمة جدا تم عمل استطلاع للرأي لمعرفة اهتمام الناس بالسياسة والنتيجة الصادمة كانت أن الناس أغلبيتهم يريدون أن يحكمهم حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف المعادي للمهاجرين واللاجئين ويريد إلغاء كل شيء تريد عمله الحكومة الألمانية الحالية وحصل حزب البديل على الشعبية الأكبر بالمقارنة مع الأحزاب الأخرى واضعا كل الأحزاب الأخرى على مسافة بعيدة منه ولتعرفون كم هي نسبة تأييد الناس لهذا الحزب فبالانتخابات السابقة اللي حصلت بالولاية ببراندنبورغ نتكلم عن ولاية ألمانية من 16 ولاية هي مهمة جدا الحزب كان إلا 9% من الأصوات من سكان الولاية يؤيدون الحزب الآن 32% من سكان الولاية يؤيدون هذا الحزب بعد عام واحد من الآن حتحصل انتخابات داخل براندنبورغ لو فاز بيها البديل وهو أمر متوقع حتتغير الكثير من الأمور وضع المهاجرين حيصير أصعب وسيصبح للحزب ولاية إضافية أخرى تحت سيطرته وتأثير يعني كبير رح يتمكن من الحزب على المشهد السياسي وقدرة كبيرة على تعطيل القوانين اللي تريد تطبيقها وتحقيقها الحكومة الألمانية الحالية وأهمها تسهيل الجنسية قانون البناء والطاقة الجديد ومساعدات أوكرانيا وأمور عديدة أخرى الآن أصدقائي نتحول للموضوع الآخر موضوع مهم كل شخص يبحث عن عمل بألمانيا لما يعثر على ما يبحث عنه أو ما يبحث عليه يشعر بسعادة وبراحة كبيرة خصوصا إذا كانت الوظيفة تناسب اهتمامك أو تخصصك يعني فأنت تكون سعيد ومحظوظ بهذه الحالة الكل عندهم طموح بأن يبقون بوظيفتهم ويستمرون بيها من أجل أن يطورون نفسهم فأنت لما تعثر على وظيفتك وتبقى تعمل بيها بنفس المكان سواء دائرة وظيفة حكومية أو شركة فأنت بمرور الزمن تتطور ويزداد راتبك مع زيادة أو مع مرور الزمن سنين الخدمة تستفاد منها وتحصل على تدرج وظيفي أعلى هذا طموح الجميع ولكن اليوم صحيفة شبيكل تقول أن الشباب بألمانيا يحصل لهم العكس الآن أكثر من أي وقت مضى أكبر عدد من الناس يعملون بعقود عمل مؤقتة 3 ملايين وربع شخص عند عقد عمل مؤقت وهو يقفز بين وظيفة ووظيفة أخرى ولا يحصل على الاستقرار المهني وبذلك راتب يبقى قليل نسبياً أكثر فئة متضررة بألمانيا من هذه الظاهرة هي الشباب اللي أعمارهم بين 25 إلى 35 عام فهذه الفئة أغلبهم ما يتمكنون من البقاء بوظيفتهم ويتركونها بعد انتهاء عقد عملهم الأخطر من كل شيء هو أن أكثر من 58% من عقود العمل المحددة ليس لها أساس ثابت يعني أنها مؤقتة لسبب غير مفهوم مجرد يوظفون الشاب الفلاني أو الشخص الفلاني لما ينتهي عقده يبطلوه بكل بساطة شيء سيء يحصل وهو أن كثير من عقود العمل المؤقتة تستمر مست شهر أو ثلاثة أشهر بل 24 شهر أو حتى ثلاثة سنوات بعدها يقولون للعامل أو الموظف أنت لا مكان لك وأنت غير مرحب بيك وبالتالي لا تدرج وظيفي ولا زيادة بالراتب ويعني هنا يقفز الشخص من وظيفة لأخرى ويجد نفسه بمرور الزمن أولا تقدم بالسن وثانيا لم يحصل على ما يستحق هذه الظاهرة قد تتوقعونها بسيطة ولكنها كارثية أصدقائي نائبة بحزب اليسار تقول أن هذه العقود المؤقتة هي دليل على استغلال الناس بالعمل فاللي عنده عقد مؤقت خصوصا ثلاثة سنوات أو سنتين نفس ما نتكلم عنه الآن فهو يحلم بأن يحصل على عقد دائمي أو يعني يصبح عقده دائمي فتجده حتى لما يمرض ما يروح للطبيب لأنه يتوقع أنه لازم يثبت جدارته أمام الشيف ولا يحصل على كل حقوقه بينما من لديه عقد عمل دائمي لا مكان أو لا يمكن فصله بسهولة ويتمتع بحقوق كثيرة للأسف الشديد أغلب من لديهم عقد عمل مؤقتة ويتم استغلالهم هم فئة المهاجرين اللي يعملون بدون شهادة قوية يعني مثلا شخص من أصول مهاجرة يعمل بدون أوسفلدونج بدون شهادة جامعية فهو أكثر عرضة لفقدان وظيفته ليس لأنه مهاجر أو لاجئ بل لأنه أضعف حلقة بالسيستم الوظيفي بألمانيا لغة ضعيفة مؤهل علمي ضعيف أو غير موجود المؤهل العلمي وشركات أغلبها أو كل الشركات بالعالم ليس فقط في ألمانيا هدفها الأساسي تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح فهم يستغلون كل ما هو موجود بالقانون من أجل هذا الهدف الموضوع الآخر أصدقائي الآن تقرير جديد نشر معهد برلين للسكن أو للتنمية يشير التقرير إلى حصول تغيير كبير بطريقة حياة السكان بألمانيا وهذا التغيير يدفعهم للهروب من المدن واللجوء إلى الريف يعني تخيلوا بكل دول العالم الناس تهاجر من الأماكن الريفية إلى المدن لأجل فرص العمل ولأجل تطوير الدخل المادي ولكن هذا الأمر أصبح ما يأخذ اهتمام كبير بألمانيا والسبب الرئيسي أنك بالمدينة حتى لو عثرت على فرصة عملك اللي هي فرصة عملك اللي تحلم بيها فغلاء الإيجارات رح يأخذ منك نصف أو أكثر من نصف المعاش معهد برلين للسكن والتنمية يقول أن المدن الآن الناس تهرب منها للأرياف وتهرب منها للقرى الصغيرة لأن الغلاء بيها ما يشبه الغلاء بالإيجارات بالمدن ولا يدفع الناس أموال كثيرة بالأرياف لركن السيارة أو للتسوق يدفعون أجور للركن ولا يقفون بطوابير طويلة بالمحلات أكثر فئة تهرب من المدن هي الأزواج اللي أعمارهم بين 30 و 49 عام وحتى العزاب اللي أعمارهم فوق الثلاثين عام يحاولون تأسيس حياتهم بالريف بعيدا عن المدن أنا أعتقد بالنسبة للعوائل فالمدن غير مناسبة للمعيشة إذا عندك أطفال زحمة السيارات كثرة الحوادث المرورية قلة الأماكن اللي ممكن تسير بها يعني مع أطفالك وكل شوية إشارة مرورية فالعوائل تهرب ربما لهذا السبب من المدن للأسف هذه الظاهرة وهي اضطرار الناس لترك المدن وسكنهم بالريف تدفعهم إلى القيادة بالسيارة لمسافات طويلة حتى يوصلوا لأماكن عملهم أو يضيعون وقت بوسائل النقل حتى يوصلون لعملهم لأن أغلب فرص العمل هي بالمدن الكبيرة والعام القادم 2024 بالنسبة لمن لديه سيارة حيكون عام مزعد جدا جدا الحكومة تسميه شيء جيد حيحصل في 2024 ولكن يسميه شيء سيء وهو زيادة ضريبة الانبعاثات الحرارية من 50 يورو للطن من ثنكس الكربون إلى 200 يورو للطن الواحد هذا رح يجعل سعر البنزين والديزل والتدفئة بالمنازل يرتفع ثمنها بشكل كبير وكل شيء سيلحقها ويرتفع ثمنها الآن أصدقائي نتحول للموضوع الأخير هذا اليوم صدر قرار من محكمة العدل الفدرالية ببرلين قد يعني شيء كبير لكل شخص يسكن بالإيجار بألمانيا تعرفون هذا البلد أحيانا تحتاج أن تكون محامي حتى تعرف تعقيدات القوانين به أو تحتاج أن تصادق محامي حتى تعرف شنه إليك وشنه العليك وهذا ينطبق ليس فقط على المهاجر أو الجديد بالبلد بل على الجميع حتى القديم والمولود بهذا البلد ببرلين أحد المستأجرين احتاج أن يترك شقة لمدة معينة من الزمن مثلا لمدة سنة أو سنتين وأراد عمل شيء يسمى أنتاميتن يعني إيجار داخل إيجار أي أن يقوم المؤجر بتأجير شقة لشخص آخر أو لعائلة أخرى ويشترط عليهم مثلا الكلائلي بقية الشقة إلكم أو غرفة بالشقة إلي وبقية الغرف إلكم يعني حتى المستأجر يبقي إلى وجود بهذه الشقة ويرجع لها ممكن بعد سنة أو بعد سنتين المستأجر طلب من الشركة التي يستأجر منها شقة أن توافق على طلبه لأنه لا يريد ترك ألمانيا لمدة طويلة بل فقط لسنة أو سنتين وهو لا يريد أن يخسر شقة لأنه إذا عمل كوندي جونغ وسافر المشكلة هي من يرجع وراء سنة سنتين وين راح يعيش أو كم سنة راح يظل يدور على بيت حتى يعني يلقى للإيجار وكم راح يدفع أموال حتى يكسي بيته الجديد بالأثاث الشركة اللي تملك العقار السكني أو الشقة الصغيرة رفضت أن يقوم المستأجر الحالي بعمل الأنتاميتين فالمستأجر غضب وقال لك أن البلد بلد القانون خلوا روح للمحكمة واشوف حظي هل راح تجبرهم على أن يوافقون على طلبي أم لا واليوم جاءت جواب من محكمة العدل الفيدرالية ببرلين أصدرت بيان قضاء مفادة هو أنه يحق لأي شخص مستأجر أن يؤجر شقة بألمانيا لطرف آخر إذا كان الأمر بمصلحة للمستأجرين أو للمستأجر الأول مثلا السفر أو العمل لمدة معينة من الزمن فلا ضرر بأن يستفاد الأثنين حتى لو كان على المستأجر الأول أن يبقي جزء من مساحة الشقة له لأجل غرض أو لغرض آخر مثلا وضع أغراض به طبعا أكيد المقصود هنا الأنتميتن لازم يتم تنظيمه بين المستأجر ومالك العقار والمستأجر الثاني اللي يعني راح يسكن لفترة مؤقتة بالشقة هل سيطبق الأمر بكل ألمانيا؟ الأمر ممكن جدا وهو قرار جميل لكل شخص يسكن بالإيجار يعني حلو أن يكون عندك هذا الخيار موجود تستطيع أن تؤجر شقة بمنطقة أخرى تعمل مدة معينة بعدين تعمل كونديقون بشقتك القديمة حتى لا تخسر يعني كل شيء تستطيع أن تسافر لغرض مهني أو لغرض العثور على فرصة عمل وبعدين ممكن ترجع لألمانيا وأنت عندك موطئ قدم هذا الموضوع وصلنا للنهاية شاء الله تكونوا استفادئتوا تحياتي لكم مع السلامة